السلام عليكم وحياكم الله أصدقائي لا تنسى الصلاة على النبي اشترك بالقناة فعل الجرس ولا تنسى اللايكة الفيديو رسميا كأساس يقرر إضافة علي جاسم لقائمة المنتخب الوطني العراقي التي ستخوض بطوة الأردن الودي الشهر المقبل بدعوة علي جاسم سيمتلك منتخبنا أكثر من أربع أسماء تنشط في مركز الجناح الأيسر دانيلو سعد أحمد فرحان إبراهيم بايش علي جاسم حسيان علي اختر اثنين منهم يبقى مع منتخبنا الوطني العراقي ومن هو الأفضل من بينهم؟ بعد اجتماع كأساس مع راضي شنيش القبل يومين تقرر استدعاء علي جاسم لبطولة الأردن بشكل رسمي وبقاء زي التحسين ويوسف الإمام مع الولنبيا الذي سيواجه المغرب بحسب المصادر علي الموسى وينتقل نادي كوفيا البرتغالي المدرب أدفوكات الذي أقنع زيدان قبال على تمثيل المنتخب العراقي الآن يعود أدفوكات من جديد لدرب زيدان قبال وهذه المرة هو مدربا لنادي أوتريخة الهولندي نادي زيدان قبال منتخب العراق الأولمبيا دخل معسكرا تدريبيا في المغرب خلال فترة التوقف الدولي استعدادا لكأس آسيا تحت 23 عام ضرغام اسماعي يقول اللاعبين المغتربين أمثال زيدان قبال وأمير العمار إضافة حقيقية للمنتخب أصبحت جمهور يطالب باللاعبين المغتربين وهذا حق مشروع لهم الاختيار الأخير للقامة يبقى من اختيار المدرب والأجهز والأفضل هو الأحق بارتداء فانيلة المنتخب بطاقة اللاعب العراق لاصل نوحد رويش في لعبة فيفا الجديدة مع نادي برشلونة الإسباني المدرب طالب شلوبه عبر برنامج الحكم الرابع يفضي رأيه بقسوة حول منتخبنا يقول فانيا هذا المدرب يمسوي المنتخب حق التجارب وما مستقر مع كل الأسف هذا منتخب العراق وهذا حاله انسوا نتأهل كأس العالم حتى لو صارت عشر مقاعد ومستعداتنا قشوية أكبر مدرب العالم عندنا مواهب العراق ما موجودة بكل العالم بسعدنا اندرجال حاربها وطالب بمحاكمته لأنه قتل سبعة أجهال من المواهب يعني معقول هذا الكلام يعني ما مليته من التسقيط انتقادات كثيرة طالت الاتحاد العراقي بسبب عدم مشاركة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب لاسوية محمد خلف يقول موضوع انه راضيش نيشل ما عنده لوائب لينخرج أيام الفيفا هذا الكلام مصحيح حكيم شاكر بارباطعش لاعب جاب لنا ذهبية البطولة شاكر الجبوري يقول لا أعرف اسماء محترفي الزوراء لأن كلهم سود أعرف بس اللاعب كريستوفر أبو قصايب صفر بس ترى كلامه بغير دول يعتبروا تنمر حيذر زكي يقول اللاعبين المحليين أفضل من المغتربين بل كيجي لنا لاعب فلتة من المغتربين بس كل شي ماكو شنو رأيكم بكلامه عمين الحموي خارج حسابات كاساس لبطولة الأردن وقد يتواجد مع الولنبي في حال تمت دعوته لمواجهة المغرب الودية الشهر المقبل بحسب المصادر المدافع كاظم راعد يقول انتقلت من الجوية للزوراء لأني أريد دقاءة لعب أكثر في الجوية يوجد العديد من النجوم المنتخب لذلك لا أعتقد بأني سأحصل على فرصة معهم محمد علي عبود وقوقية وعلالي هم من نصحون بالانتقال للزوراء مدرب الزوراء حسام البذرية استبعد اللاعب مصطفى محمد جبر من تشكيلة الفريق التي ستغادر إلى البحرين لخوض لقاءة رفع في كأس الاتحاد الآسيوي الدكتور عدنان لفتا يقول لا عودة لللاعبين السيئين الذين لم يقدموا أي شيء للمنتخب فعلا كل الجمهور يؤيد كلامه بحسب المصادر موعد انطلاق الدور العراق للمحترفين سيكون بتاريخ 27 عشرة حيث لا يمكن رش الملاعب البذور الشتوية إلا بعد انخفاض درجة الحرارة ومن المتوقع في خفاضها بداية الشهر المقبل بحسب المصادر العقوبات التي قد يواجهها نادي برشلوني في حال تم إثبات الاتهامات الهبوط إلى الدرجة الثانية الاستبعاد بمطولة دورة طايروبا وسجن الأشخاص المتهمين اشتركوا في القناة